مهم أني بساعد الطفل على تفريغ المشكلة اللي حصلت وبرضو هأكد على النقطة دي أو هكلم معاك فيها أكتر عندنا مفهوم خاطئ أنه لما ساعد ابني أو ساعد اللي قدامي أنه يفرغ الحدث اللي حصل أنا كده بأزي أكتر أني بفكره بي لا أنا مفهود أنا السي ألهي أخليه يفكر في حاجة تانية أخليه ألعبه أوديه مش عارفة فين مش عندنا فكرة أنه لا ده هو ده التفريغ اللي بيحصل الأول بعد ما أنا أروح وأخرجه وأعمل الكلام ده تردي عليهم إزاي عملية التفريغ مهمة ليه لأن أنا مهما لعبت مهما رحوا وجابوا لي شوكلة وحاجات حلوة بصالحوا بقى بالحاجات بصالحوا بس الفكرة ما تنسيتش الخوف ترصب جواي أن المشكلة ممكن تتكرر عشكده الأطفال ممكن يجي لهم خوف من النوم عشكده تلاقي أطفال كتيرة تعايد بليل وعايز نام جنب ماما لأنها بتحلم تاني بتشوف المنظر أو بتسمع الصوت تاني يعني بعض الأطفال بيقولي أنا فاكر صوت بابا من وانا صغير لما كانت بيزعق يعني زعق عام مش ليه هو فبيقولي كل ما بنام أنا بسمع صوت بابا فمش عارف أنام فالتالي الأطفال الصغيرين ساعات بعد ما بتعودوا يروحوا لقوضة بتاعتهم بيجري نام جنب ماما لأن عايز يأمن نفسه إنها موجودة فبالتالي لا أنا مش عايز أنا سيوى لهي لأنه مش هتتليه الفكرة عنه أنا عايز أخليه عبر عنها عشان اتجيله لقطة مئنان لما هقول أنا خفت من بابا لما زعق هقولي حبيبي هو كان بيزعق لأن بابا هو صوته عيل مش بيزعق لك أنت وهو كان عشان فيه مشكلة واحد اتنين تلاتة وإحنا خلصناها فأنا هنا حطيت له مفهوم جديد إن المشكلة خلصت فبالتالي والزعيق ده مش موجه لي أنا طب لو الطفل متوجه له هو الزعيق دي برضو مشكلة تانية يعني ممكن نحكي عليها إن آه لأن بعض الأطفال بتاخد الكلام عليها يعني آه بتتخلوا جواها بقى بتتخلوا جواها بقى إن بابا بيتخانق مع ماما يبقى أنا السبب فبالتالي بيطلع عنده حاجة اسمها عقدة الإحساس بالزمن يفضل يلوم ذاته طول حياته إن هو اللي كان مسبب للمشكلات للأسرة وده طبعا الناس اللي بيجي لها عقدة الجلد الزات أو لوم الزات العالي ده أكتر الناس اللي بيصابوا بالأمراض الجسدية يعني دايما بيجبت مشاعره جواه مع برش عنه عشان كده بقول لازم التفريغ لازم أعبر عن مشاعر إن أنا كنت خايف كنت قلقان كنت حاسس هيحصل كذا عملية التفريغ دي بتنهي المشكلة بعد كده لما أخد بقى الطفل ألعبه دي عملية المراداء المراداء أنا راضيته هنا دي خطوة بعدها خطوة بعدها وعملية التقدير دي مهمة جدا إن أنا ما استهنتش بمشاعره وقدرته إنه هو لما خاف لأ أنا طلعت له بقى الخوف ومارسنا لعبة مارسنا رياضة هنا العقل هيبدأ يوظف نفسه بطريقة صحية لكن أنا لما بسيب الفكرة جوا لأ الفكرة هتلم فكرة وعقلنا تزاد المغناطيس يعد يلم أفكار جميل أوه نسيب الفكرة جوا وكأن حاجة في التفريغ بتقول لنا إنه بيخرج الفكرة دي برا عشان أحط أفكار تانية صح كده والجزء التاني تغيير المعتقد إيه الخطوات اللي ممكن أعملها مع تفلي اللي ممكن يكون يتعرض يعني إنه شايف خلافات في البيت أغير له معتقد الأسرة يبقى معتقد جيد إيجابي ما يكرهش الجواز لما يكبر ما يكرهش الأسرة ما يكرهش الارتباط إزاي ممكن نغيرها في خطوات بسيطة للأطفال الحد الصغيرة بالزيت لأنه المناقشة معاهم بتكون أصعب شوية أنا بيوصلهم رسالة إزاي أول حاجة التصالح المبكر بمعنى إيه لو الأسرة يعني بيشوف بعض الأسر لو حصل خلاف بسيط الزوج بيخاصم الزوجة بالأيام والأسابيع والشهور فالطفل هنا بيحس يعني إن أنا قاعد في بيئة فقيرة عطفيا آه ما فيش الحب الفهم صعب والإحتواء آه يعني دايما بيقول الفقر البيئي أكتر من الفقر المادي يعني الفقر في البيئة اللي أنا عايش فيها لها محرومة من الحب محرومة من الإحساس بالأمان من التأدير أنا عايش في بيئة فقيرة ما فيش عطفة ممكن الفقر المادي نتغلب عليه بوسائل كتيرة جدا على فكرة يعني ممكن الناس اللي هي الإمكانيات المادية عندها ضعيفة بس ليحبوا بعض ما يحسوش بالفقر عقيم والناس اللي عايش في بيئة كويسة يعني عندهم إمكانيات حلوة جدا أو معقولة بس الفقر العطفي حسس الناس بالجوع الدائم حسسنه مش شبعين فديه بتطلع عنده اختلال في السلوك بتاعه فلازم أنا أغير المعتقد عن الخلاف أول حاجة سرعة التصالح بقدر الإمكان الحاجة التانية أنا بعلم الطفل الحب يعني إزاي يحب نفسه حتى في الأوقات الصعبة اللي نسعى الطفل يكره نفسه على وجوده في الحياة الشقة جيدة حلوة وقوي النوات إزاي نعملها دي إن أنا أشوف مميزات الطفل ده فيه إيه الطفل ده شاطر في إيه فيبدأ يشوف المميزات اللي عنده يحب نفسه وأكد عليها وأكد عليها وأقول له إنت شاطر بتعرف ترسم إنت بتعرف تساعد ماما إنت بتعرف تتصرف في الوقت ده إنت بتعرف تحضر شنطتك إنت بتعرف الوجبات اللي بتيجي من المدرسة وبتبقى واخد بالك فبأكد على حاجات موجودة عنده بالفعل أنا مش بجيبها من بره فبالتالي بيبدأ يحب نفسه وبيحب كمان الآخرين اللي هم أقدروا الحاجات اللي عنده وكشفوله عنها دي نقطة مهمة جدا جدا وقت الخلافات إن أنا أتصالح بسرعة بقدر الإمكان حتى لو أنا زعلانة من جوزي في حاجة كبيرة جدا أو زوجي زعلان مني قدام الأولاد لازم يقف فيه تعامل لأنه يحصل جفاء بعد كده وأولادي هيتعلموا نفس الطريقة الجفاء لأنه أنا هغلط في حقهم فيما بعد هم هغلطوا فبالتالي هيستخدموا إسلوب الجفاء إن أنا ما أكلمش ماما فبالتالي مش يقدر تعاتبني فخلصة المشكلة على كده شكرا